موسيقى موسيقى ازايكم؟ ياربو كلكم تكونوا بخير أصدقائي وصحابي واخواتي من شباب المحامين تعودت معاكم في سلسلة الموضوعات القانونية اللي بيقدمها موقع نقابة المحامين أن كل مرة بنتكلم عن موضوع جديد من الموضوعات المهمة اللي بتهم الشباب من المشتغلين حديثا بمهنة المحامل النهاردة هتكلم معاكم عن موضوع لطيف وموضوع مهم هو إزاي تقرأ ملف القضية؟ إزاي تذاكر القضية؟ وهل يختلف الوضع لو أنت بتذاكر جناية عن لو أنت بتذاكر جنحة عن لو أنت بتذاكر قضية مدنية عن لو أنت بتذاكر قضية شرعية؟ أيوة يختلف خد بالك أنت وانت بتذاكر موضوع قضية أنت مرتبط بالمراجع والكتب القانونية الخاصة بالموضوع اللي أنت بتشتغل عليه موضوع القضية بمعنى إيه؟ لو أنا مثلا بشتغل دلوقتي في قضية طلاق هرجع لمجموعة الأحكام الشرعية وهرجع لأحكام محكمة الاستئناف وصياغ الدعاوة الخاصة بموضوع الدعوة وليكن على سبيل المثال أنا عندي دعوة طلاق للضرر كيفية صياغة هذه الدعوة وأنا بدور وببحث وبذاكر في القضية وفي الأسباب المعروضة من الزوجة مثلا لو أنا عن الزوجة في طرح الضرر هلجأ للكتب والمراجع اللي بتتكلم عن حكمة الطلاق وأسبابه ومتى يجوز ومتى يكون الطلاق واجب ومتى يكون الطلاق مباح ومتى يكون الطلاق حلال ومتى يكون الطلاق حرام لازم لازم أدرس كل الجوانب الشرعية والخانونية متعلقة بالموضوع عشان أمكتب عريض الدعوة أو مذكرة أكون شارح لكل الأبعاد المتعلقة بسبب الطلاق وحقيقة الضرر وصوره والأثر النفسي والأثر المادي على الزوجة المضرورة وده يختلف تماما عن لو أنا بشتغل في جناية قتل وأنا بدور في أحكام محكمة النقط في جناية القتل عن الدفاع الشرعي وتوافر أسبابه وأنا بشرح وبأكد في مذكرتي وأنا بكتب وبشتغل وبحضر مرافعتي عن أسباب الدفاع الشرعي وأركانه لأن الدفاع الشرعي يحتاج إلى توفر أركان وشروط زي التناسب والضرر بين المتهم والمجنع عليه يعني اللي عايزين نقوله في الجانب ده إننا وإحنا بتقرأ القضية في الجانب الجنائي أنت بتقرأ كل تفصيلة من تفصيلات القضية عشان تحدد التكييف القانوني المناسب للوقع وهل النيابة العامة وهي بتكيف الوقع وبتوجه الاتهام وتوجه المنسوبية والاتهام للمتهم هل هذا الاتهام متطابق مع الوقع أم إنه مغاير لأنك ممكن تقدم للمحكمة طلب أو تدفع بطلب تعديل القدو الوصف لأنه لا يتطابق مع الدعوة وللمحكمة حقا الحق وفقا لنص المادة 388 مخلوق الجنائية إنها تعدل القدو الوصف بناء على طلبك وفقا لما هو يتناسب ويتماشى مع حقيقة الوقع فنلاقي متهم النيابة العامة بنزله بتهمة القتل العامة في حين أن أنت وإنت بتقرأ القضية يظهر لك من ملابسات الدعوة أن جريمة القتل كانت بهدف الدفاع الشرعي والدفاع الشرعي بيستلزم التناسب زي ما قلت لكم والضرورة التناسب بين الفعل ورد الفعل يعني واحد ضربه بعصايا التاني ما يضربهش طلقتين لازم يكون فيه تناسب بين الفعل ورد الفعل هيدربه بعصايا برضه ضربه بإيده يضربه بإيده والضرورة والمقصود بالضرورة هو متى أو ماذا أو كيف يحتاج المجني عليه من قوة ليدرأ ويدفع الخطر أنت محتاج قد إيه قوة تتناسب مع الضرر والخطر الموجه لك عشان تدفع هذا الخطر عنك يبقى الضرورة والتناسب وإنت بتحدد مرافعتك وبتتكلم بتصهر للمحكمة من خلال قريتك أن موضوع القضية هنا مش جناية قتل عمد كما كيفتها النياب العام وأن النياب العام تغافلت عن أجزاء وأركان مهمة جدا في القضية وهي الدوافع والأسباب التي دفعت المتهم لأن يرتكب هذه الجريمة متى كان في حالة من حالات الدفاع الشرعي وتطلب من المحكمة أنها تعدل القد والوصف وده معناه أنك لازم ترجع تقرأ في الدفاع الشرعي وتقرأ أسبابه لازم تقرأ ملابسات الدعوة وكل تفصيلة أنت وأنت بتقرأ لازم تركز قوي في التواريخ والساعة والتلاحق الزمني وعدم المعلقولية في تصور الوقع على نحو الورد بالأوراق يقول لك أسلو خد القوة من الاسم ونكبوا البوكس وتحركوا للأبد على المتهم الساعة 2 وربعة وتم القبض عليه الساعة 2 و 25 دقيقة في حين أن المتهم ده موجود في مكان يبعد عن الاسم مسافة بالعربية تاخد خمسة واربعين دقيقة أنت إزاي أبط عليه في عشر دقيقة وانتقلت بالقوة أبط عليه ده بيسموه التلاحق الزمني إزاي تقبض عليه الساعة 2 و 25 دقيقة أو 45 دقيقة وترجع الاسم تحرر محضر ضبط الساعة 52 دقيقة في خمس دقيقة رجعت فمسألة أنك بتدور على عدم المعقلية التلاحق الزمني التعارض بين وقت كتابة المحضر ووقت الضبط أنت قابل عليه الساعة واحدة الدور مع أن محضر الضبط معمول الساعة واحدة بالليل أو محضر التحريات معمول قبل الضبط بساعة أنت الحيث تعمل إمتى محضر التحريات وتعرضه عن نيابة وتجيب إذن من النيابة وتنزل تاخد قوة وتروح تقبض عليه كل ده بساعة عملته إزاي فأنت وإنت بتقرأ جناية خاصة إذا كان الأمر متعلق بضبط جنائي من خلال إذن نيابة يختلف عن الوضع لو كان الموضوع متعلق باستقاف وحد وقفه في الشارع الكمين وقفه وفتشه وخده وإنت بتتكلم عن بطلان العبد والتفتيش وهل التفتيش يبيح القبض أم أن القبض هو الذي يبيح التفتيش هو أنت قبضت عليه الأول وبعدين فتشته وإلا أنت فتشته فلما لقيت ما أحد قبضت عليه طيب أنت فتشته ليه ومين يسمح لك أنك تفتيش له بدون إذن من النيابة والفرق بين التفتيش الجنائي والتفتيش الإداري مسائل موضوعية وفقهية وفلسفية مختلفة وإنت بتذكر جناية عنه وإنت بتذكر شرعية وإن أنت بتقرأ قضية شرعية أو بتقرأ قضية مدنية جات لك قضية إيجارات وإنت بتدور في عقد الإيجار المتنزع عليه هل هو مكتوب في ظل القانون الإيجار الأديم 137 لسنة 77 ولا مكتوب في ظل القانون الإيجار الجديد 14 سنة 96 وهل أسباب دعوة الإخلة تتطابق مع القانون أم لا موضوع مختلف لازم ترجع تقرأ في الإيجارات وتقرأ العقد لأن أنت مش واخد بالك إن قضي المدني والشرعي بيسموه قضي قانون محتاج مستندات وورق غير قضي جنائي قضي عقيدة محتاج قناعة واقتناعة بأن من هو موجود في أفص الاتهام هو مرتكب الجريمة لأن الشك يفسر ويؤول لمصلحة المتهم إذن خلاصة الكلام الوضع مختلف وإنت بتذاكر ملف قضية مدني وإنت بتذاكر ملف قضية شرعي وإنت بتذاكر ملف قضية جنائية كل حاجة منهم لها أصول وفن وعشان تقدر تحدد ده وتعمله لازم ترجع للكتب والمراجع المهمة اللي كلنا بنستخدمها وإحنا بنقرأ زي فن المرافعة وكيفية كتابة المذكرة كلها أمور مهمة جدا لازم تقرأها وتتطلع عليها زي أنك ترجع للكتب والمراجع الخاصة بكيفية سياغة مذكرة أو كيفية الترافع أمام المحكمة الجنائية أرجوكم الفرق كبير وجوهري ومحتاج فنيات ومحتاج قراءة والطلاع لكل شباب المحامين لازم تقرأ كفاية مش بس في الموضوع اللي انت بتشتغل فيه ولا العضية اللي بتذكرها إنما في كل الموضوعات المعروضة عليك عشان تقدر تقدم معلومة قانونية وتقدم مرافعة محترمة تلق بيك وتجعل لك اسم في أوساط المحامين بشكركم وان شاء الله نتقابل في حلقة جديدة أحمد مهران اشتركوا في القناة